البنوك والجمعيات الخيرية ستار تستخدمه قطر لتمويل الإرهاب حول العالم اتهامات تطفو على السطح من جديد وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية هذه المرة يعود الاتهام للظهور في دعاوى قضائية رفعها أمريكيون تعرضوا لأعمال عنف في إسرائيل وبحسب الضحايا فقد قامت الدوحة بضخ عشرات الملايين من الدولارات لكل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي التي تصنفهما واشنطن جماعات إرهابية وقد ساعد الدعم الذي قدمته قطر للجماعات المذكورة على شن ضربات صاروخية وارتكاب عمليات طعن وداس عمليات راح ضحيتها العديد من المواطنين الأمريكيين ويوجه ضحايا أعمال العنف أصابع الاتهام إلى ثلاث مؤسسات قطرية لتمويلها الإرهاب يتعلق الأمر ببنك قطر الوطني وقطر الخيرية بالإضافة إلى مصر في الريان وفي ظل توالي الاتهامات التي تعصف بقطر من كل جانب بشأن دعمها للإرهاب والتطرف يتجدد الجدل بشأن الصلح المنتظر مع الدوحة مجلة نيوزويك الأمريكية من بين الوسائل الإعلامية التي ترى أن عقد اتفاق مصالحة بين الربعية العربية وقطر غير وارد ما لم تغير هذه الأخيرة من سلوكيتها لا يجب أن تتنازل الربعية العربية وترضى بالمصالحة دون أي تغيير ملموس من قطر لا يجب أن تفلت الدوحة من العقاب أو تتوصل الاتفاق بشكل مجاني فهذا لن يخدم للشرق الأوسط ولا الغرب كيف لا وقطر تواصل دعم الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تقوض الأمن الأقليمي في المقابل يشجع مراقبون فكرة إعادة ربط العلاقات بشكل مشروط مع قطر وذلك إذا ما تمكنت من إثبات أنها توقفت فعليا عن دعم الإرهاب والتطرف ماليا وإعلاميا وديبلوماسيا اشتركوا في القناة